ليس لدى الآلاف من المحتجين على تضيع حقوقهم سوى الاستمرار في التظاهرات والاعتصامات ولا طريق أمام السلطات الحكومية سوى الاستماع لمطالبهم الحقة وتنفيذها هذا ما صدحت به حناجر الشباب الغاضب في بغداد وذيقار وباقي المحافظات مطالبين بتوفير فرص للعمل تتناسب ومؤهلاتهم العلمية هكذا هو الحال منذ سنوات بالنسبة لخريجي الجامعات والمعاهد حيث يحاول الخريجون انتزاع أبسط حقوقهم من بين أنياب أحزاب السلطة التي تحتكر الوظائف والمناصب لمن له الولاء لأجنداتها وما عدا ذلك هواء في شبك تظاهرات الخريجين عادت وبقوة أمام مقر وزارة المالية ومجلس محافظة بغداد وقرب المنطقة الخضراء للمطالبة بالتوظيف أو لصرف رواتبهم المتأخرة والحال نفسه في محافظة ذيقار حيث نظم الموظف الكهرباء اعتصاما مفتوحا للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة فضلا عن احتجاجات أمام مديريات التربية في عدد من المحافظات الاحتجاجات لم تقتصر على شريحة الخريجين والموظفين لكنها شملت شرائح أخرى من بينهم منتسبوا الأمن مطالبين بصرف حقوقهم المالية ما يعكس حجم الأزمة الاقتصادية الراهنة في العراق كل ذلك يحدث في ظل عدم إقرار موازنة عام 2022 المالية إلى الآن بسبب خلافات الشركاء التي يبدو أنها لن تنتهي قريبا حيث رجح خبراء اقتصاديون أن تكون موازنة عام 2022 انفجارية خاصة بعد وصول أسعار النفط العالمية إلى عتبة 140 دولارا للبرميل فيما يرزح الخريجون وموظفو العقود اليومية وباقي شرائح المجتمع تحت نار العوز والفقر